مثلاً شركة أدوية في العالم الآن في أمريكا تكلف يمكن ثمانمائة مليون دولار ثمانمائة مليون؟ ثمانمائة مليون دولار من وقت الاكتشاف إلى المنتج يشتر اي صح؟ عشان كده الأدوية غالية عشان كده يقودني إلى سؤال أنت عندك براءة اختراع صح ولا لا؟ عندي كده اي عندك براءة اختراع عشرة عندي عشر ما شاء الله تبارك العشر براءات اختراع براءات الاختراع هذه تعود بركيتها المن تعود لك أنت كشخص ولا تعود لهذه الجهة المانحة ولا تعود إلى من؟ شكراً على السؤال ذا كان من زمان من ثلاثين سنة الجهة المانحة هي اللي تملك براءة الاختراع بس في أمريكا لاحظوا أنه هذا ما يدي حافز للمكتشف أنه يطبق هذه التطبيقات فالآن إيش يصير الجامعة لأن أنا موظفة في الجامعة فالآن الجامعة هي اللي تملك هذا براءة الاختراع وكمكتشفة على براءة الاختراع الجامعة تدينا نسبة إذا نجح الاختراع وتطبق وصار منتج بس يحفظ بإسمك؟ بس دائماً أنا المخترعة هذا واضح بس مين يملك البراءة الاختراع؟ اللي أنا موظفة في الجامعة؟ الجامعة تملكها إذا أنا موظفة في شركة والشركة اكتشفنا اكتشاف واختراعنا الشركة تملك براءة الاختراع فأنا شخصياً ما ملكها أنا مخترعة على البراعة هذه وإذا هما يديني نسبة يديني نسبة إذا هما ما يبوا, ما يبوا والجهات التصنيعية واش الدور هيقصية؟ الجهات التصنيعية إذا طبقوا هذا البراعة الاختراع طبقوا تصنع منه منتج أو بعض الأحيان إذا هما عندهم منتج وعندهم براعة اختراع بس إنها تنافس البراعة الاختراع اللي في جهة ثانية يقدروا يشت为什么 يلك البراعة الاختراع أو ياخذوا رخصة وأيضاً تكون بعضة مختلفة يعني ممنوع أحد يستخدم هذا الحصرية لهم حصرية ما بمدة زمنية بعد؟ نعم كل شيء تقدر تناقشه وتكتب عقد عليه أو ممكن يكون مثلا رخصة لتاخذ الاختراع ذا لتطبيقة معينة ويصير إذا فيه شيء كذلك يتطبق بطريقة مختلفة تاخذ برضا رخصة لتطبيقه فهذا التطبيق المعين هذا جميل بس 800 مليون تل رقم فلكي يا دكتور كل الأدوية كذا ما هي في أمريكا كذا هذا رقم شاعع عادي؟ فأمريكا ايه أفراج 800 مليون هذا نلقى في المراكز المحثية عندنا ولا ما نلقى هذا الرقم ما دير لا تسألني أنا ما جربت بس أنا ما قد سمعت الميزانية المؤسسة الأهلية الطبية في أمريكا والله ما بغلط بس يمكن صارت بين 35 بليون هذا بس صحية بليون يعني فيه فلوس لتمويل هذه الأبحاث والمتاجات وكذا أمريكا